إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوثي رحمة للعالمين وعلى من سار على نهجه واتبع هدى أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا المستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة أهلا وسهلا بكم في الموسم الثاني من البرنامج الإذاعي المتنافسون هذا البرنامج من اعداد قطر الخيرية الأستاذ وليد لطفي ومن الإشراف العام الأستاذ عدز الدين السادة والأستاذ أحمد العلي والتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ معتصم السلامة ومن التنسيق الأستاذ حسام روحي والأستاذ إبراهيم فتيان والإشراف على شبكة التواصل الاجتماعي الأستاذ أحمد سالم والأستاذ محمد عطية وبترخيص من الهيئة القطرية للأعمال الخيرية وتقديم محدثكم عبد الرحمن الحرمي حياكم الله عزائي المستمعين لقد رسم الإسلام طريق الحياة القويمة للمجتمع المثالي الفاضل إذ أقامه على مبدأ الضمان الاجتماعي الذي تحيا به الأمة ويقوى المجتمع وأن أول ما يطالعنا من تلك الأسالي في القرآن الكريم هو أننا لا نكاد نجد فيه ذكرا للإيمان بالله تعالى إلا مقرونا بالإنفاق في سبيله وإطعام البائس الفقير فسورة البقرة تبدأ ببيان أوصاف المتقين الذين ينتفعون بالقرآن الكريم وهديه العظيم ويكون منها ويقول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ثم تعرض لأصول البر الذي يطلبه الله تعالى من عباده ويكون منها بعد الإيمان وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ويجعل ذلك من دلائل الصدق في الإيمان والتقوى وسورة الأنفال تذكر كذلك بمقومات الإيمان ويكون منها بعد وجل القلوب من ذكر الله تعالى وزيادة الإيمان بآياته الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذه هي مكانة الإنفاق في سبيل الله تعالى وهذه عدة الله الصادقة لمن يجود بماله في سبيله سبحانه وتعالى فالصلاة على مكانتها في الدين وعلى أنها الركن الذي يلي الإيمان لا تقع عند الله موقعها إلا إذا دفع بصاحبها إلى القيام بحق الفقير والمسكين لذلك حرس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الترغيب في الصدقة فعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فقال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه لحاله وعلم من أمره فقال صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل إن من أعظم القربات إلى الله تعالى الإنفاق على الفقراء والأيتام والمساكين وأن نعلم أن النفقة تقي من عذاب الله تعالى وتمنع من ميتة السوء ويقول الله عز وجل في وصف الفلاحي فقال ومن يوقه شح نفسه فأولئك هم المفلحون حياكم الله عزائي المستمعين ونرحب بكم في هذه الساعة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة خير وفتح لنا جميعا بإذن الله تعالى عزائي المستمعين في الأسبوع قبل الماضي بدأنا ببرنامج أخواني كانوا موجودين أنا كنت في سفر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح العمال مشروع نادي العربي وهو عبارة عن مستوصف وهذا المستوصف كان بمليون ونص تقريبا والمتبقي منه 300 ألف ريال 300 ألف ريال هو المبلغ المتبقي وبإذن الله تعالى نريد أن نبدأ هذه الليلة بستين سهم بخمسة ألاف ريال حتى ننجز هذه المهمة وبعد ذلك نبدأ بإذن الله تعالى أن نتواصل لنصل كذلك إلى احتياجات الأيتام ولدينا اليوم احتياجات الأيتام من ست دول تركيا الأيتام في تركيا والأيتام في لبنان والأيتام في قرقيزيا والأيتام في البوسنة وكذلك في ألبانيا وأخيرا في كوسوفا بإذن الله تعالى لهم هذه الاحتياجات سنفي بإذن الله تعالى بها ولكن قبل أن نصل إليها دعونا ننتهي من مشروع نادي العربي والمتبقي قليل بالنسبة لهمامكم العالية 300 ألف ريال ما هي إلا 60 سهم حياكم الله أحبتي المستمعين نتواصل معكم في هذه الساعة وكما ذكرت قبل قليل لدينا مشروع أخواننا في نادي العربي مستوصف صحي في ألبانيا بمليون ونصف راح الكثير وبقي القليل 300 ألف ريال ويبدأون بإذن الله تعالى هذا المستوصف ويسرني في هذه اللحظات أن نلتقي بالشيخ أحمد البعينين الشيخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو خالد وإذن نرحب بالأخوة المستمعين الكرام أيو الله كرام أيو الله كرام دائما ما يكرموننا في هذه الساعة المباركة وإحنا يا جماعة الآن عندنا السهم الواحد خمسة آلاف ريال السهم الواحد هو خمسة آلاف ريال ونتمنى بإذن الله تعالى أن نصل معكم بإذن الله إلى إغلاق هذا أو فتح هذا المستوصف ولا أقول إغلاق وإنما فتح هذا المستوصف شيخ أحمد عبارة تتكرر دائما ومن يعيش هذه العبارة يعرف مدى صحتها ليس من رأى كمن سمع أخواننا في ألبانيا واحتياجهم للمستوصف الصحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك عبد الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أنا أشكر حقيقة داعة القرآن الكريم وأيضا أشكر جمعية قطة الخيرية على مثل هذه البرامج التي الحقيقة تفتح لهم أبواب أنا أقول لهم يعني يفتحون أبواب لكثير من الناس وإحنا اليوم إن شاء الله بإذن الله بنكون إن شاء الله نقطع المبلغ المتبقى للنادي العربي ورسالتي للنادي العربي والله الحمد الحمد لله بعد رحلتنا إلى ألبانيا النادي العربي تقدم كثير فاز في أكثر من مباراة ونعتقد أن النادي العربي ليس بلعيبته وإنما بصدقاته اللي تم دفع البلا عن إخواننا العرباوية فهنيئان العرباوية بقاهم في الدرجة الأولى فنقول الآن ودنا أيضا إحنا اليوم نتبرع لفريق النادي العربي اللي فاز على نادي الساد في ذلك المباراة وهي عمل خير أعتقد ما حد خسران لكل الفائز فيها والنادي العربي عنده مشروع مشروع المستشفى اللي موجود في ألبانيا إحنا بحاجة إلى مبلغ معين هذا المبلغ إن شاء الله بإذن الله اليوم ننتهي من إكمال المبلغ حتى نحقق الحقيقة حلم إخواننا في ألبانيا المستشفى أمر ضروري جدا وإحنا زرناهم وشفنا الوضع اللي موجود عندهم وما تقدموا من خير عند الله الله أكبر تجدوه عند الله ليس عند الجمعية ولا عند الإذاعة ولا عند الشيخ أحمد ولا عند الرحمة الحرمي وإنما تجدوه عند الله ونعم الإله سبحانه وتعالى إذن 92124 92124 هو رقم التواصل معنا وعلى بركة الله نبدأ بأسهمنا لإنهاء المستوصف الصحي 92124 وأول من بدأ هذه البداية المباركة صاحب رقم 556 ويقول أول سهم لي أسأل الله أني يبارك لك أسأل الله أني يخلف عليك أسأل الله أني يزيدك من فضله والله يا جماعة لما نذهب إلى أماكن الابتلاء هي أماكن ابتلاء أماكن الفقر وأماكن الجوع وأماكن الألم والمال في حقيقته ليسكت الألم ليسكت ألم الجوع ليسكت ألم البرد ليسكت ألم الحر ليسكت ألم المرض فكأن المال جاء لغاية أن يسكت هذه الآلام كل هذه الآلام الجوع ألم والعطش ألم والمرض ألم والبرد ألم والحر ألم كل هذا ألم والحرمان ألم وجاء المال ليست هذه الآلام والجزاء من جنس العمل فأول سهم يأتينا من صاحب رقم خمسة خمسة ستة نقول له الله يزيك الخير ويخلف عليك وخالد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين اليد العليا خير من يد السفلة وفي كل خير نحبي لله كذا نعم فأحنا اليوم والله الحمد اليوم الذي يقدم ويعطي واعتقد بلادنا الله حفظها في هذه الفترة والله حفظها بالأياد السخية التي كانت في كل بلد نزورة في كل مكان الروحة نشوف نشوف متبرع من دولة قطر والله نفرح كثير لما نشوف مثل هذه التبرعات والله لا تحفظ الأوطان إلا بالصدقات ونحن اليوم ندفع دافع بلا أو دافعت بلا كما نقول هي عن قطر كلها ليس النادي العربي أو لإخواننا في ألبانيا ولكن دافعت البلا تأتغي بصارع السر بإذن الله تعالى يعني كنا قبل أيام معدودة كنا في السودان ولذلك كما تفضلت وهذه مشهودة شيخ أحمد لسنا نحن من يقولها وإنما هذا أمر مشهود ذهبنا إلى منطقة كان الماء يأخذ على الحمير من خزان الماء وخزان الماء قاموا به أهل قطر من خلال قطر الخيرية والمشروع هذا يحتاج حتى توصل الماء إلى القرية بمئة ألف دولار مئة ألف دولار حتى الناس يشربون ماء نقي في بيوتهم فقامت إحدى الأخوات من هذه البلدة الطيبة من هذه البلدة المباركة وهي إن شاء الله تعالى طيبة ومباركة ومال طيب فقالت أنا أسقيهم وهم في بيوتهم فتبرعت بالمشروع بالكامل وسغي الماء أبو خالد وأيضا المستمعي كرام سغي الماء لا شك نفسه سلم بيّن في أحاديث كثيرة سغي الماء لها أجر عظيم فيه وكل الأمور يعني إذا كان الإنسان يأخذ الأذى عن الطريق صدقة فما بالكم من يفرح بلد أو منطقة معينة أخوان لنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيا نشدوا بعضه وبعضه لا شك هذا لأخواننا لهم حق علينا ونحن في نعمة وفي خير والله الحمد هذه النعمة اللي رب العالمي أعطاننا إياها نريد أن نصدق فيها وهي واجب علينا تجاه أخواننا المسلمين في العالم كله وخاصة في مشروعنا في إلبانيا والله هو واجب إذن 92124 أخواني لدينا احتياجات الأيتام وريد أن ننتهي من هذا المشروع بإذن الله تعالى وبدأت إن شاء الله الأسهم تأتينا صاحب رقم 556 هو الذي بدأ ثم صاحبة الرقم 079 سهم من فعلة خير ب5000 ريال أسأل الله يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضل اللهم آمين صاحب رقم 110 سهمين في ثواب الوالد والوالد المستوصف الصحي الله يرحمهم ويجعل ويجمعنا بهم في جناته ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوا عنهم وكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم نقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم أمين إذن تسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة وما زلنا ننتظر الآن أربعة أسهم الوقت بدأ ينتصف الوقت ساعة لدينا مشروع في المستوصف الصحي المستوصف الصحي أخواني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يريكم مكروه عندما نذهب إلى الدول الفقيرة وأنا كنت في دولة فقيرة واحد الأخوة من كان معي تعب وذهبنا به إلى المستشفى فدخلنا المستشفى هذه المستشفى تكاد تكون معدومة يعني ما فيها شيء لأنك أنت بطبيعتك يا من تعيش في أرض الخير في أرض قطر إذا دخلت أو تكلمت أنا الآن عن مستشفى تتذكر أنت مستشفى حمد تتذكر مستشفى الخور تتذكر المراكب الصحية مستشفى الوكرة تتذكر مستشفيات اللي فيها خمس نجوم يعني خدمة خمس نجوم فدخلت فاستقللت الوضع فقلت للأخ اللي معانا من قطر الخير قلت أخي ليش ما نروح للمستشفى أفضل من هذا قال يا أخي هذا هو أفضل مستشفى موجود هنا هذا أفضل مستشفى هذا هو قال لي نعم يعني بكلمك عن كراسي الانتظار اللي مش موجودة والناس جالسة على الأرض بكلمك عن السرير اللي والله شا قل لك نسأل الله سبحانه وتعالى هذه من الأمور الضروريات اليوم يعني التعليم والصحة هم أمرين الدولة الله الحمد اعتنى تعتناء كبير في التعليم وفي الصحة نعم وأعطتهم الحقيقة اهتمام كبير في هذا الجانب أخواننا بر أيضا لهم أيضا احتياجات فيها وأعتقد قطر الخيرية وأهل قطر كلهم لهم أيهادي بيضاء في هذه المشاريع اللي موجودة نعم نحن الآن في قطر الخيرية ومشروع نادي العربي وضعنا المستشفى في منطقة في ألبانيا وهذا المستشفى مثل ما تفضلت قبل شوية وقلت بأنه بحاجة الناس المرضى نحن كنا يوم نسولف معهم وكنا قاعدنا مع الأخوان في ألبانيا يقولون أقرب مكان مستشفى يبعد عن منطقتهم بساعات يعني المرأة للولادة لابد تذهب بساعات معينة الولد للصغير لو يمرض نحتاج إلى أيضا وقت معين يروحون له لكن لما يكون هذا المركز الصحي موجود ونحن نقول عن مركز صحي وليس مستشفى لكن لما نضع حجر الأساس لهذا المركز الصحي وفي عيادات الموجودة الأولية فيها ممكن إن شاء الله بإذن الله يتوسع هذا المركز ويصير من المركز إلى المستشفى وأيادها القطر إن شاء الله بإذن الله في هذه الساعة إن شاء الله ما نخرج منها إلا وإخواننا إن شاء الله أدى والزيادة بإذن الله إذن 92124 92124 والوقت اقترب من الانتصاف يعني نحتاج بإذن الله إلى 300 ألف ريال وانتقادها وانتقادها وان يبدأ 5 ألف ريال صاحب رقم 404 يقول السهم بكم أقول إذن الله يبارك لك ويخلف عليك ويزيدك من فضلة نحن معكم الآن على الهوائي مباشرة وأمامي من الوقت 40 دقيقة ونحتاج إلى 300 ألف ريال لنبدأ بفتح هذا المركز الصحي لإخواننا في النادي العربي في ألبانيا مليون ونص المبلغ الأكبر ندفع باقي 300 ألف ريال وبدأ 300 ألف ريال من خلال السهمكم بإذن الله تعالى سيتصل وسيتم إنجازه بإذن الله تعالى لأن كما عودتمونا ما من مشروع يطرح في هذه الساعة المباركة إلا ويكون إن شاء الله تعالى فالة فالخير وإحنا نذكركم بالرقم 9-2-1-2-4 أرسلها ولا تتردد إنما ترسلها لميزان حسناتك إنما ترسلها لي يتقبلها الله عز وجل منك بيمينه يتقبلها منك بقبل حسن أنا الآن أنتظر تحديث الصفحة لعلي أبشركم بمجموعة من البشائر بإذن الله تعالى وكما عودنا هذا البرنامج كما عودنا هذا البرنامج والمفاجآت التي تأثين أحيانا في البداية وأحيانا قبيل النهاية بثواني ويأتون أهل الخير من أصحاب الهمام العالية صاحب الرقم 267 يقول سهم واحد للمستشفى في ألبانيا عني وعن أهلي وجزاكم الله خيرا يا أخي وجزاك الله خيرا وعافاك في بدنك وعافاك في دينك وعافاك في مالك وعافاك في أهلك اللهم أمين وزادك من فضله اللهم أمين إذن الأسهم ستأتينا ولكن نقول الاستعجال مطلوب لأننا بعد الثلاثمائة ألف لدينا احتياجات الأيتام لدينا احتياجات الأيتام فمن يبادر الآن ويستعجل في إرسال الرسالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له ويخلف عليه شيخ أحمد مسألة الإيمان بالله عز وجل والإنفاق الرابط دائما بينهم يكون قريب فالله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان بالله شوف هنا أيضا صدقة جميلة جدا سهم من فاعلة خير ادعو لزوجي بالهداية سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله هاديا مهدية سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالة اللهم اصلح حالة اللهم اصلح حالة اللهم ارده إليك ردا جميلة اللهم ارده إليك ردا جميلة اللهم انها قد تبرعت وتوسلت بهذا الباب بهذه الصدقة ترجو ما عندك اللهم اكتب لزوجها والها الهداية التامة يا أكرم مسؤول اللهم آمين إذن أخواني الوقت يسير شيئا فشيئا الوقت يسير شيئا فشيئا نتمنى من الأخوة الاستعجال هنا أيضا سهم واحد صدقه لوالدي يسأل الله أن يتقبل منك وأن يغفر له وأن يعافيه وأن يجعلها قراه إلى الجنة وأن يجعلها قراه إلى الجنة وأن يجعله قراه إلى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب ربي قادر على كل شيء ربي قادر على كل شيء صاحب الرقم أو صاحبة الرقم واحد واحد خمسة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي والدك والدك أسأل الله أن يشافيها ويعافيها ويلبسها ثوبة عافية ويفرحكم فيها اللهم آمين إذن ما زلنا ننتظر ما زلنا ننتظر نقول لك كم باقي يا جماعة من الثلاثمائة ألف كم المتبقي من الثلاثمائة ألف لعل وعسى نجد من يقول أنا لها وما أكثر أهل قطر في مثل هذه الأبواب أمانة ودون مجاملة ونقولها دائما يقولون أنا لها المتبقي 260 ألف ريال من يقول أنا لها ولا أقول أغلقوا هذا الباب وإنما أفتحوا المستوصف أفتحوا أفتحوا المستوصف بـ 260 ألف ريال اللي هي المتبقية شيخ أحمد المتردد ماذا تقول له لديه المال لديه الخير الكثير لديه العافية لديه الأمن الأمان لكنه متردد أنا عندي قصة جميلة جدا ولعلها يمكن سؤالك قد في هذه القصة تجيب على هذا السؤال يقول لي رجل أبوي كان عنده أموال كثيرة وكل ما قلنا له ييبه تصدق ابن سو فبعد ما مات أبونا كاتب وصايا سووا مسجد سووا بير سووا 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 فيقول وزعنا فلوسنا على الورثة وطلع حق كل واحد منا مبلغ كبير الآن الوصي أيها فيقول بعض الوصايا نفذناها لأبونا ووجدنا أموال ويقول فعلا إذا أبوي يوم حياته هو ما تصدق إحنا نتصدق بعد بعد وفاته فيقول كان الحمل علينا كبير أن إحنا نتصدق عن أبونا بعد وفاته بعد ما كنا إحنا ما عندنا فلوس وجاتنا ملايين يقول اللي شريت عماير ومن العماير هذه طلعت مبالغ وقلت أنا بسوي أحسن اللي سوا أبوي وبدأ ياخذ مبالغ معينة درى أن بعد وفاته إعيالي لما ياخذون الفلوس لن يعملون فرى أنت اليوم أولى بنفسك من عيالك لما يكونون عندهم فلوس وتصدقون عنك فالإنسان اليوم اللي عنده فلوس يتصدق فيها وسبحان الله أنت تصدق وأنت غني وليس يعني الآن عنده سكرات الموت سكرات الموت طلعوا لي فلان وسووا لي فلان وإنما الإنسان في قوته إنه يتصدق وكعادة أهل الوكرة وكعادة أهل الوكرة أسأل الله أن يبارك لهم وأن يزيدهم من فضله وأن يعطيهم عطاء يليق بكرمه وسبحانه وتعالى تقول الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الله من الوكرة تقول مئة ألف ريال في تواب والديها أسأل الله أن يبارك لك أسأل الله أن يزيدك من فضله أسأل الله أن يجعل هذه النفقة وهذه الصدقة ذخرا لك ولأهلك وأن يغفر لحيك وميتك اللهم أغفر لحيها وميتها اللهم أغفر لحيها وميتها وأصلح ذريتها يا رب العالمين أجعلهم هداة مهديين لا ظالين ولا مظلين اللهم أمين إذن مئة ألف ريال من أم عبد الله سأل الله أن يبارك لها ويبارك لها فيبو عبد الله ويبارك لها في عبد الله وفي إخوانه وخواته اللهم آمين إذن بدأنا ننتقل الآن مئة ألف ريال تغير في الموازين تغير في الموازين وأسأل الله أن يرفع موازينهم وأسأل الله أن يثقل لهم الموازين يوم القيامة يوم لا ينفع مالنا لبنون إلا من أتى الله بقلب سليم أتى الله بهذه الصدقات أتى الله عز وجل بهذه النفقات أسأل الله أن يبارك لك ويخلف عليك عاجلا غير عاجل غير آجل يا عبد الله أبو عبدالله أبو خالد الآن الصدقة عندما يتصدق الإنسان من يعطيها؟ من يعطيها ألبانيا؟ من يعطيها قطر الخلي يقول المولى تبارك وتعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ صدقة الله أكبر الصدقة اليوم لما نعطيها فهي كما في الحديث كما يربي أحدكم في لوة هي صدقة وهذه الصدقة شبهها نسلم بالفلوة ثم الحصان الصغير ثم تكبر حتى يربيه رب العالمين حتى تكون في هذا المستوى بل يقول أيضا إحنا اليوم يمكن يقول واحد والله أنا ما عندي فرأ أنت اليوم اللي ما عندك تدفع خمس تلاف ريال وإنت ما عندك فتدخل في مكانة أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق عندما تصدق تصدق بكل ماله فاللي عنده خمس تلاف اليوم في حسابه بس ويتصدق يكون مكانته كمكانة أبو بكر الصديق واللي عنده في حسابه عشر تلاف ريال وتصدق بخمسة تكون مكانتك مكانة عمر من الخطاب عندما جاء وقال تركت نص ما أنفقت أو ما تصدقت به وأبو بكر قال تركت لهم الله ورسوله أنفق كل ما له بل كانت عائشة رضي الله عنها إذا جاءت صدقات تتصدق وكانت صائمة تقول لها خادمتها أما أخبرتيني بأني صائمة فكانت تنفق كل اللي عندها ما تترك حتى لفطورها وأكلها شيء وهذا الأمر الذي علم للنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر الله إذن صاحب الرقم في ثواب جدي وجدتي من محمد أسأل الله أن يبارك لك أسأل الله أن يبارك لك أسأل الله أن يخلف عليك خيرا وأن يغفر لك ولوالديك ولجدك وجدتك اللهم أمين وأن يحشرنا معهم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا سهم كذلك من من صفر خمسة واحد سهم واحد في ثواب الوالدين شيخ أحمد شيخ أحمد الكلام عن أهل الوكرة دائما ما يكون فيه عجز وفيه نقص لأنني لا أستطيع أن وفيهم حقهم ولكني أسأل الله القادر على كل شيء هو أن يوفيهم حقهم وأن يعطيهم عطاء أن يعطيهم عطاء أن يليقوا بكرمه هو الآن فاعلة خير تقول الباقي اللي هو 150 ألف ريال علي الباقي 150 ألف ريال علي أسأل الله أن يبارك لهم من أهل الوكرة من أهل الوكرة أسأل الله أن يبارك لهم أسأل الله أن يبارك لهم أسأل الله أن يخلف عليهم خيرا أسأل الله أن يزيدهم من فضله إذن المتبقي دائما دائما على أهل الوكرة والتنافس دائما من أهل الوكرة أسأل الله أن يبارك لهم أسأل الله أن يصب عليهم الخير صبه وأن لا يجعل عيشهم كده اللهم آمين هذا ما نستطيعه هذا بمقدورنا أن ندعو ولكننا ندعو القادر على كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى اللهم أعطيهم سؤالهم من خير الدنيا والآخرة يا رب العالمين أخوان المستمعين أمنوا لهؤلاء من أهل الخير إذن 9212 إذن إنجزنا المهمة الآن ناخذ فاصل ونرجع لكم لنبدأ مع الأيتام مع الرحمة مع الضعاف مع الذين ننصر بهم ونرزق بهم الله أكبر حياكم الله من جديد شيخ أحمد مبارك لك العرباوية مبارك لهم صراحة إن اكتمال الحمد لله المشروع هو كان مكتمل لكن كان في نقص معين وكان إضافات معينة واليوم الله الحمد تم إكمال المبنى كامل بالمبلغ إن شاء الله وأهل الباني نبشرهم بأن المستشفى بإذن الله سيكون إن شاء الله قيد الإنشاء والعرباوية نقول لهم إن شاء الله هذه السنة إن شاء الله أنتم جيتوا من الهبوط لكن السنة الجاية بإذن الله بهذه الصدقات إن شاء الله تكونوا في المربع وتأخذوا إن شاء الله الدوري بإذن الله تعالى الله يفقنا ويكتب لنا ولكم الخير بإذن الله تعالى 92124 أما الآن عزيزي المستمعين سبحانك يا رب انتصف الوقت نحن الآن عند الثامنة والنصف عفوا ومعي احتياجات الأيتام أنا دائما ما أتفائل بالأيتام أستبشر خيرا بالأيتام إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وهم الضعاف أمانتهم عندنا يا جماعة السهم الواحد بـ 3500 ريال لستة أيتام احتياجات ستة أيتام أكل وبلابس ومستلزمات النوم وإلى ما شبه ذلك ست دول عندنا نبدأ الآن بـ 50 يتيم في البوسنة نبدأ بـ 50 يتيم في البوسنة واليتيم الواحد سهمه 3500 ريال أخواني 3000 3000 هي السهم لليتيم والـ 500 ريال ستكون صدقة جارية يا سلام فمن يوفق الآن ويدفع سهم واحد 3500 ريال لستة أيتام لستة أيتام 3500 الـ 500 تكون صدقة جارية غير الصدقة اللي ينتبع فيها هذا وكل إن شاء الله صدقة جارية لكن فكرة جديدة أننا نساهم فـ 9-2-1-2-4 والآن سيبدأ السباق من جديد واللي يريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم الآن جاءنا للأيتام والنبي صلى الله عليه وسلم والجنة كهاتين وأشارة بالسبابة والوسطى الله أكبر فاليتامة إذا كان المس على رؤوسهم كل شعر من رأسه تمسح على رأسه فقط لك بكل شعر أجر فكيف من يأوي هؤلاء اليتامة من يكسو هؤلاء اليتامة من يدفع عن هؤلاء اليتامة فهو يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشرب من حوضه شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا فعلينا بالأيتام بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إذن 9-2-1-2-4 الآن الأيتام يا جماعة اللي دائما ما أستبشر فيهم خير ودائما ما بإذن الله تعالى يعني إحنا يا جماعة البلدان هذه نروح بفضل الله عز وجل والله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا ولا يستبدلنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا نسأله أن يتقبل منا وهذه نقطة محورية وأساسية مسألة القبول الكل يعمل والكثير من يعملون ولكن من المقبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين لأنها هي مربط الفرس هي الأساس لأن القبول هو الخلاصة فالآن عندنا الأيتام 3500 ريال تتبرع فيها لستة أيتام ستة أيتام احتياجاتهم يتيم قد يكون حالة ما بيقول تحت الصفر يعني احنا نروح لهذه الأماكن يا جماعة نجد أنفس غريبة نجد أنفس هؤلاء الفقراء أنفسهم غريبة والله يا جماعة دخلت في صف في تقريبا ما يقارب للصف الواحد فيما يقارب من 80 طفل جالسين الصف هذا ما فيه لا مروحة لا إضاءة لا شيء لأنه أصلا ما فيه كهرب وجلسين يعني جلسة والصف لو تشوفه وتشوف وضعه يعني شيء مأساوي باختصار واحدة من البنات قلت لها أخيرك بين أمرين نبني لكم أنت بروحك بيت لك ولا هلك ولا نبني لكم مدرسة يا الله قالت لها نبني مدرسة قلت لها ليش بيت قالت لها البيت لي بروحي لكن المدرسة لنا كلنا يا أخي هؤلاء الفقراء يا أخي هم يعني بينهم حسين بعو خالد هم حسين بالمعاناة اللي هم موجودين فيها فعلا مدارسهم احنا شفناها في كل الدول اللي سافرنا فيها وآخر سافرة كنا في اندونيسيا مع نادي الوكرة نفس الشيء كانت فعلا مدارسهم كانت هي عبارة عن حيطان ومسقفة فقط ومفتوحة والسبورة القديمة السودة اللي موجودة والكراسي ما في كراسي في طولات أرضية وكلهم عيدون عن الأرض ما عندهم أي حاجة ومع ذلك هم يتامة ومع ذلك هم قاعدين يحرصون على التعليم لأننا اعتقد اليوم الشعوب إذا أرادت أن تتعلم وتعلمت تقود دول بالتعليم إذن الآن احتياجات الأيتام يا جماعة احتياجات الأيتام وكل يتيم لكل ستة أيتام ثلاثة الاف خمسمية ريال وبشارة خير مع أول متبرع أو متبرعة صاحب الرقم أو صاحبة الرقم ستة خمسة ستة ثلاث أيتام من جهتي صدقة عني وعن والدي أسأل الله أني يبارك لك يبارك لوالديك ويغفر لكم جميعا أحياء وأموات اللهم آمين إذن يا جماعة الآن الآن يعني ذكر أخوي الشيخ أحمد من البداية بأن قطر الله سبحانه وتعالى حفظها بهذا الخير حفظها بهذه الصدقات بهذه الوقفات عندما تعلن قطر الخيرية بأنها تكفل أكبر عدد من الأيتام عدد مئة ألف ورقم من الأيتام تخيل هذا الرقم بهؤلاء تحفظ الأوطان بهؤلاء يدفع البلاء أم عبد الله تقول ادعو لي بالشفاء كفالة ستة أيتام صلى الله شافية صلى الله شافية اللهم ألبسها ثوب العافية اللهم ألبسها ثوب العافية اللهم أنزل عليها شفاءك اللهم أنزل عليها عافية ولتبشر النبسة لم ين داووا مرضاكم بالصدقة فهذه الصدقات سبحان الله تطفى قضى بالرب وتطفى أيضا الخطيئة أبو خالد لعلي أنا يمكن أحب القصص والقصص هذه قد تكون فيها فوائد كثيرة حتى نسمعها ونسمع قصص كثيرة وهذه قصة واقعية وقعت في هذا الزمان لرجل يقولون بأن رجل يحلم بالليل بأن رجل من أهل الجنة فبإسم فلان بن فلان لا يعرفه وينام في الليلة الثانية فيحلم في الليلة الثانية بأن فلان بن فلان في الجنة يقول سألت عن هذا الرجل من فبعد مدة عرفت بأن هذا الرجل يسكن في مكان كذا وكذا فذهبت إليه فيقول ضربت الباب طلع لي رجل حليق رجل عادي جدا فيقول سلمت عليه ودخلت قهويت عنده إيش عندك قال له سلم عليك وطلع يقول هذا وجهه وجنة أم وجنة بالشكل وسبحان الله يعني الله لا ينظر إلى أصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم في أعمال الإنسان عنده أعمال خفية ما حد يعرف عنها شيء يقول فنام في الليلة الثالثة وعندما نام أيضا حلم قال له ليش يوم رحت حق الرجال ما قلت له إنه هو من أهل الجنة يقول فثاني يوم يقول رحت الباب طقيت الباب استقبلني نفس الرجال فيقول قبلته وبديت أبكي قال له شفيك علمني قال لدخل المجلس دخل المجلس قال له علمني إيش عندك بينك وبين ربك قال له أنا ما عندي ولا شيء إنما أصلي وأرجع قال له لا أنت عندك شيء بينك وبين ربك وهذا اللي بينك وبين ربك أكيد شيء كبير قال له بصراحة أنا بعلمك بشيء ما حد يعرف هذا الأمر إلا رب العالمين أنا لي جار توفى هذا الجار من سنة وترك زوجه وأبناءها الأيتام يقول إذا خطرت بعشر تلاف ريال أقسم راتبي بيني وبين بيت جاري إذا جخل بيتي أكل أخذه وقسمه بيني وبين جاري من سنة أقسم الأمر على اثنين فيكون نص لي ونص حق جاري وهذا مصداق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى بل قال أيضا الأرملة والمسكين أثنى أيضا عليهم بأنهم في الجنة فاليتامة والأرامل والمساكين والمساكين الذي يقف عليهم في هذا الرجل رجل بسيط جدا لكن قدم لجيرانه وأيضا معرفة الجار وحق الجار أيضا لأجر كبير فيه فاهتمام بالأرملة بالمساكين باليتامة بالجيران كلها أجور تجمعت لهذا الرجل فهنيئا له فهنيئا له هنيئا له هنيئا له أقول يا عزائي المستمعين أنت غني بقدر ما تبذل وليس بقدر ما تملك غناك بما تقدمه لنفسك غناك الحقيقي فيما تقدمه لنفسك لا بقدر ما تملك فهناك من يملك من المال الكثير هناك من يملك من المال الكثير فأقول غناك بما تنفق لا بما تملك دعوني الآن نبدأ بالبشائر صاحب رقم 656 يقول صدقه للأيتام عني وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام عشرة آلاف ريال زادك الله من فضله زادك الله من فضله صاحب رقم 338 جزاك الله خير وصلاة التبرع أسأل الله أن يبارك لك يخلف عليك صاحب رقم 165 التبرع ب3000 من ثواب أبويا الله يرحمه وأمي ولموت المسلمين ولكم ولإخواني أسأل الله أن يتقبل من نومكم صالح الأعمال وأن يغفر لحيكم وميتكم اللهم أغفر لحيهم وميتهم اللهم أغفر لحيهم وميتهم اللهم نور على أهل القبور قبورهم اللهم يسر للأحياء ويسر لهم أمورهم هنا رسالة من صاحب رقم 023 هنا رسالة من صاحب رقم 203 يقول بغيت أشارك بسهم الأيتام بغيت أشارك بسهم في المستشفى لو تسمح بنت الوكرة كنت انتظرت تقول لقم المستشفى لكن هي سبقتني ودفعت باقي المبلغ هكذا هم أهل خير وهكذا هم في تنافس الله أن يمدهم بمدن عنده وأن يبارك لهم وأن يصب عليهم الخير أصب اللهم أمين وهو على الأجر بإذن الله إذا كان الإنسان نيته طيبة وكان يتبرع بهذا الأمر بإذن الله يبشر بأنه من الناس الذين يكتب أجرهم في هذا المشروع أيضا سهمين لليتامة في ثواب المسلمين جميعهم ممن لا يستطيع المساهمة وموت جميع المسلمين ودفع بلا عن بلادنا لكل مواطن ومقيم فيها زاكر الله خير صاحب بهذا الرقم 216 روح طيبة أمانة روح طيبة أسأل الله أن يبارك وأن يعطيه سؤلة فيما سأل إذن إخواني 92124 92124 92124 وإحنا لحد الآن البوسنة الأيتام في البوسنة و3500 ريال لستة أيتام هي 3000 ولكن ال500 ريال الزيادة هو مشروع صدقة جارية مشروع صدقة جارية إذن 92124 والآن أيتام البوسنة والرقم المطلوب 3500 ريال لستة أيتام 3000 لستة أيتام وال500 صدقة جارية مع كل سهم أسأل الله أن يبارك لكم جميعا يا رب أسأل الله أن يبارك لكم جميعا ويخلف عليكم بإذنه تعالى 92124 92124 وما زل ننتظر وما زل ننتظر وخالد لو الإنسان دفع اليوم ريال أو 100 ريال شمنا أكثر أكيد الألف الألف نعم 100 ريال أو 100 أو ألف شمنا أكثر الألف أكثر شيء نعم خلنا نسمع هذا الحديث درهم تنفقه في حياتك خير من 100 ألف درهم ينفق بعد مماتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله إخواني يعني لخص شيخ أحمد السلف رحمهم الله كانوا يستشعرون أن الصدقة قرض منه لله تعالى ويعتبر هذا الفقير رسولا منه إلى الله فلذلك يُعامل هو كأنه صاحب فضل ومنة عليه يا الله يا الله يا جماعة يا جماعة اليوم أنت تدفع وبكرة تاخذ اليوم تدفع وبكرة تاخذ فاللي تبي تاخذ بكرة ادفع اليوم أنت اليوم تدفع وبكرة رح تاخذ اللي تبي تاخذ بكرة وكلك إيمان بالله عز وجل فأقول هنيئا لك إذن أخوي أبو سالم خلنا نحدث الصفحة ولعل هنا أيضا سهم واحد دفعة بلاء من صاحب رقم سبعة خمسة سبعة كذلك سهمين في ثوابي جاك الله خير وتسعة ثنين واحد اثنين أربعة تسعة ثنين واحد اثنين أربعة أسأل الله نبارك شيخ أحمد نحن لا نتكلم عن أي فقير نحن نتكلم عن يتيم له منزلة مختلفة ويعني لا نتذكر أيضا سيد الأيتام صلى الله عليه وسلم خلنحن نضربها من مثال في واقعنا اليوم اليوم احنا عيالنا تحتنا ونصرف عليهم ونعطيهم وقد يكون في جوالب من حياتنا مقصرين في الانفاق على أولادنا فكيف اللي ما عند عائل ما عند حد يصرف عليه ما عند حد يتيم ما عند حد إذا احنا اليوم ما قدرنا نساهم في أخواننا أو على أخواننا اليتامة اللي موجودين من لهم صدقة فنريد أن اليوم نرى الحقيقة لم يتبقى إلا أقل من ربع ساعة نتمنى اليوم أن كل إنسان يقدم وربا درهم سبق الفدرة بإذن الله تعالى احنا ننتظر على تسعة ثنين واحد ثنين أربعة واليوم أو في هذه الساعة أو الدقائق المعدودة المتبقية من عمر البرنامج احنا طبعا البرنامج سينتهي لكن هذه الصدقات ستبقى ستبقى ما بقي الليل والنهار بل ستكون في استقبالنا يا جماعة ستكون في استقبالنا في قبورنا وفي استقبالنا في الحشر وفي استقبالنا ولعلها تحجز لك مكان وين يا جماعة وين يا جماعة تحجز لك مكان وين تحت ظل عرش الرحمن تخيل الناس اليوم لما بيسافرون يحجزون لهم تذاكر درجة أولى مكان متميز أنا أقول لك بهذه الصدقة بهذه الصدقة لعلك تحجز مكان تحت ظل العرش تحت ظل العرش إذن أم عبد الله أم عبد الله شو تقول أم عبد الله أم عبد الله تقول من الوكرة من الوكرة عشرين يتيم تسأل الله بها الثبات لها وأن يشفيها وأن يلهمها الصبر اللهم عافها اللهم ألهمها وعطيها ما تحب اللهم أعطيها العافية اللهم أعطيها العافية اللهم إنا لا نسألك لها صبرا وإنما نسألك لها عافية اللهم إنا نسألك لها عافية اللهم عافية في بدنها وعافية في دينها وعافية في دنياها وعافية في أهلها ومالها اللهم آمين إذن عشرين يتيم اللهم ارزقها الفردوس الله اللهم آمين والله يا الخلاصة يعني لما كان الشيخ عبد الرشيد صوفي جزاه الله خير يتكلم وتكلم عن الجنة باختصار قال الجنة ما فيها مستشفى صحيح إنها دار عافية إنها دار عافية سأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيكم في الدنيا والآخرة اللهم آمين إذن تسعة ثنين واحد ثنين يا جماعة نداء أخير نداء أخير من يريد أن يكون أبا لهؤلاء من يريد أن يكون أبا لهؤلاء من تريد أن تكون أما لهؤلاء أقول لكم وبقي أمامي عشر دقائق الله الله في أنفسكم نداء بأن تكونوا آباء وأولياء لهؤلاء الأيتام آباء وأولياء لهؤلاء الأيتام وصاحب رقم سبعة عفوا صاحب رقم صفة واحد صفر خمسة يقول سهمين صاحب رقم صفر خمسة واحد يقول سهم عني صاحب الرقم اثنين صفر خمسة يقول عشرة أسهم صدق جارية ولبلاد العزيزة حفظ الله قطر ومن عليها وحفظ الله أرضها وسمائها اللهم آمين حفظها الله بعينه التي لا تنام حفظها الله بجندة حفظها الله بأهل الخير من أمثالكم وهي بإذن الله تعالى محفوظة الله عز وجل هو الذي يدافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا نسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا من الذين آمنوا وأن يتولى الدفاع عننا فإن كان الله معنا فلا نخشى مخلوق إن كان الله معنا فلا نخشى العبيد إن كان الملك معنا فسواه عبيد لا نخشاهم صاحب رقم واحد صفر خمسة يقول سهمين وصاحب رقم واحد صفر خمسة يقول سهم واحد عني وصاحب رقم اثنين صفر خمسة صلى الله عليه مبارك لو يخلف عليه ويزيد من فضله يقول عشرة أسهم وصاحب رقم 555 هذا الولد المبارك سعود هو أسعده الله في الدنيا والآخرة ما من باب خير إلا وله فيه نصيب أسأل الله أن يرفع كعبة في الدنيا والآخرة 3500 ريال باسم سعود الشيب أسأل الله أن يبارك لو يخلف عليه وينبته نباتا حسن صاحب رقم 051 سهم واحد عن أمي وأبوي وأختي المتوفين رحمهم الله رحمة واسعة نور عليهم قبورهم اللهم أنور عليهم قبورهم اللهم أنهم أفضلوا أفضلوا إلى ما قدموا اللهم أنهم حيارة في لحودهم اللهم أنزل عليهم بركاتك اللهم أنزل عليهم ملائكتك المقربين يدخلون عليهم من كل باب يزفون إليهم هذه الهدايا اللهم آمين اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة يرون مكانهم حتى يقوم الأشهاد اللهم آمين النداء الأخير وين نسمع أبو خالد دائما نسمع في المطارات نعم الله قبل الأقلاء قبل الأقلاء النداء الأخير يعني إذا مركبت هذه الطيارة بيطير عنك نقول أيضا لمستنعين الكرام هذا النداء الأخير لم يبقى من البرنامج الله أقل من عشر دقائق تقريبا من أراد مرافقة النبي السلام والنبي السلام هو اليتيم ألم يجدك يتيما فآوى النبي السلام عاش يتيما كأن لهذه الأمة يبين والنبي السلام عليه مدرسة يعلمنا في حياة أمور كثيرة وعاش النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو في بطن أمة ثم ماتت أمة وهو عمره ست سنوات رضعته حليم السعدية ثم كل حياة النبي سلام كان يتيما عليه السلام ومع ذلك كان قائد لهذه الأمة إذا اعتننا بهؤلاء اليتامة سيكونوا بإذن الله قادة لهذه الأمة وهم لهم حق علينا في هذا الجانب إذن تسعة اثنين واحد اثنين أربعة تسعة اثنين واحد اثنين أربعة صاحب رقم واحد صفر خمسة أرسل المبلغ ولا ترسل الرقم الذي أذكره فالرقم هذا تسعة اثنين واحد اثنين أربعة أنت الآن أرسلت الرقم عفوا أرسل ما تريد لهؤلاء الأيتام أرسل ما فيه ما تريده للأيتام والسهم الواحد تسعة اثنين واحد اثنين أربعة نحن معكم الآن على الهواء مباشرة وأمامي ثمان دقائق عفوا آخر ثمان دقائق يا جماعة آخر ثمان دقائق تسعة اثنين واحد اثنين أربعة شيخ أحمد النداء الأخير 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 ماذا تقول والله نقول الآن مازال اليتامة يقاسمون يعني الآن في مجتمعاتنا الكبيرة اليوم عندنا حروب كثيرة عندنا يعني عدد المسلمين فيها الآن في اليمن وفي سوريا وفي أماكن كثيرة اليوم وفي أيضا دول أفريقية ودول أسيوية فيها من اليتامة ما فيها الآن وهم بحاجة إلى نصرة هؤلاء اليتامة احنا يمكن زرنا كثير من بلدين اللي موجودين آخر مرة زرنا اليتامة اللي فيه اندونيسيا وشفنا الحقيقة المعاناة اللي يعانونهم اليتامة في أماكن معينة ويعني قصة اندونيسيا كانت قصة عجيبة جدا كان نهر عند المنطقة اللي يعيشون فيها كانوا في ليل نايمين جل فيضان لهذا النهر اللي موجود ذبح تقريبا أو أخذ آباء كثيرة من القصص اللي موجودة امرأة مع زوجها وأولادها كانوا مسكين شجرة من عقوب ما جاهم هذه الفيضانات اللي موجودة امسكوا شجرة المرأة بتعدل الظاهر لبسها فأخذها السيل فحاول الزوج انقاذها فأخذه أيضا معها لم يبقى إلا الولدين اثنين يقولون الأم وجدوها ميتة والأب إلى ذاك اليوم لم يجدوه هل هو حي ميت لا يعرفون عننا أي شي من لهؤلاء الناس اللي موجودين احنا في نعمة احنا في خير احنا في نعمة فنحن بحاجة نعتبر هؤلاء أبناءنا لو والدك اليوم يدرس برا أو شي ومحتاج في نجدتك تقول له ترسل له لو جزء من هذا المضالق الأخت أم ماجد تقول ست أيتام من أم ماجد أسأل الله أن يبارك لك وأن يخلف عليك وأن يحشرك مع سيد الأيتام محمد صلى الله عليه وسلم سهمين من صاحب رقم اثنين أو صاحبة الرقم اثنين خمسة ثماني أسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا وأن لا يجعل عيشكم كدة أسأل الله أن يبارك لكم ويزيدكم من فضله وفضل الله واسع فضله في العافي وفضله في المال وفضله في التوفيق وفضله في السداد وفضله في الحفظ وكذلك صاحب الرقم ستة تسعة تسعة يقول سبعة آلاف ريال أي سهمين تثواب الوالد أبو أحمد أسأل الله أن يغفر له أسأل الله أن يعافيه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة تغنيه عن رحمة من سواه اللهم اغفر له اللهم أنت العالم بحاله اللهم أنت العالم بحاله اللهم أنزل عليه رحمتك اللهم أنزل عليه بركاتك اللهم أنزل عليه أنسك اللهم نور عليه قبرة اللهم نور عليه قبرة إخواني القبور مظلمة ينوره الله عجل بهذه الصدقات بالدعوات بالاستغفار لهم فلا ننساهم صاحب رقم 258 سهمين جزاكم الله خير وصلتنا صلى الله عليه وسلم نتقبل منكم جميعا إذن إخواني أمامي أربع دقائق يا ترى في الأربع دقائق هذه كم يتيم سنقوم بإسعاده برسم الابتسامة على وجهه ما أجملها منصورة عندما يجعلك الله عز وجل ويسخرك ويعينك على أن ترسم هذه الابتسامة على وجه طفل بائس يائس جائع وتأتي أنت ويجعلك الله عز وجل سببا لهذا اليتيم بأن يفرح بأن يلبس بأن يأكل بأن يتعلم أقول لك أبشر خيرا فإن الله عز وجل فإن الله عز وجل أكرم مما نتوقع أكرم مما نظن وظننا بربنا أنه كريم وظننا بربنا أنه رحيم وظننا بربنا أنه على كل شيء قدير صاحبة رقم صفر واحد اثنين ليافعي الله يجيش الخير سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيها وأن يعافيها وأن يصب عليها الخير وأن يغفر لزوجها وابنها وأن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أنزل عليهم رحماتك اللهم أنزل عليهم رحماتك اللهم أنت العالم بحالهم وأنت العالم باحتياجهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم سعتهم في الدارين اللهم إنهم حيار أعمالهم اللهم أنت الغني عن عذابهم اللهم اجعل نصيبهم منك الرحمة والرضوان اللهم اجعل نصيبهم منك الرحمة والرضوان اللهم اجعل نصيبهم منك الرحمة والرضوان اللهم رحمة منك اللهم ارحمهم اللهم ان كان منهم معسنا فزت في احسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته يا اكرم مسؤول اللهم اغفر لهم اللهم تجاوز عنهم اغفر لحيهم وميتهم اغفر لحيهم وميتهم توسلوا بعمل صالح يرجون ما عندك وأنت يا ربي يا كريم تملك الكون بما فيه فيسر لهم الخير وفقهم واغفر لحيهم وميتهم يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله أيضا هنا رسالة جميلة جدا تثلج الصدر أمانة تثلج الصدر أمانة وهي صدقة من أحد المتبرعين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة الكاملة والعافية الكاملة اللهم أمين من صاحب رقم 006 يقول عشرة أسهم من أخوك هلال الكواري أسأل الله عز وجل أن يجعله هلالا وبدرا إن شاء الله وأن يتم عليه العافية اللهم أتمم عليه العافية اللهم أتمم عليه العافية اللهم أتمم عليه العافية اللهم أتمم عليه عافيتك اللهم ألبسه ثوب العافية اللهم أملأ جسده عافية اللهم أمين إذن شيخ أحمد لو تعطيني كلمة على هذه الروح اللي موجودة الآن بين أخواتنا بين أخواننا بهذا التنافس الكبير الجميل أنا أعجبني أن ذكر أحد الأخوة اسمه وجميل طرحنا اليوم لما نتكلم بأساميننا ونتبرع هذا إن شاء الله يعني ما في حرج بأنما كانوا الصحابة كان عبد الرحمن بن عوف كان يتبرع ويتقدم وكان يذكر اسمه ويعني فلا حرج من ذكر الاسم عندما نتكلم لكن لا شك بأن صدقات السر هي أعظم من ذلك لكن مع ذلك حين اليوم لما نتبرع ونتصدق بأساميننا وأيضا مقدم برنامج يدعو لك هذا باسمك لا شك أنه جميل جدا ولكن الذي يدعوك هو في السماء باسمك ويقول لفلان بهذه الصدقات أقول لكل اليوم من تقدم بصدقة بسهم أو سهمين أو عشرة فكل ما تقدم لك يوم القيامة بإذن الله تعالى إذن وصلنا وياكم عزيزي المستمعين إلى ختامي هذه الساعة المباركة جعلها الله مباركة في الأرض وفي السماء شيخ حمد زاكر الله خير أسأل الله أن يحفظ قطر من كل مكروه أسأل الله أن يصبح على أهل قطر الخير أمين يا رب والأوطان عيد كما بدأت أختم بكلامي الأوطان والله لا تحفظ إلا بالصدقات صلى الله عليه بارك نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتنافسون